كثيرة هي قصص المعاناة في عراق ما بعد عام 2003 قصص تحكي واقعا من الفساد المالي والإداري في ثروات هذا البلد ومخيم الكيلو 18 في محافظة الأنبار هو أحد الشواهد على هذا الواقع خدمات موقع حتى زيارة المسونين يجون هنا يعني يجي وعدنا والله شايتكم ما عدكم مخيم يأتي إليه من فقد بيته وأهله ومن لا يملك قوت يومه أملا بأن يجد في هذا المكان ما يصد رمقه إلا أن واقع الحال يحكي غير ذلك ليتبدد هذا الأمل بمعاناة جديدة كلها عمال هنا ماكو يعني كلها تشتغل تشتغل إذا ما يشتغل يعني يضل قاعد ما يقدر واحد يضل قاعد لازم يشتغل يعني مجمورة تشتغل العالم وين تروح حكومة لا ما جاي تجي يعني ما لها دخل الحكومة يعني فرد له ما لها شغل يعني إيه ما أحد يجي إيه ناسين هفرد له أهالي هذا المخيم ينفون أن يكون أحد من مسؤولي المحافظة قزارهم متحدثين عن واقعة موجعة في هذا المخيم تمثلت بفقدان أربعة من ساكنيه جراء الإهمال الحكومي نهيك عن حرماني عدد من أطفال المخيم من التعليم هذه البيوت الوقتية لكلفة على أساس يقولون الوزعون ماش وما أنطنم بس كرفانات قاعدة والله ما تكفل كرفان ذاك اليوم يحترقن هنا راح بيها ضحيتها أربعة أربعة نفرات راحوا بيها ماتوا أي شيء يشتعل الحالة يأخذ كهرب وعندنا كادر تدريسي بالخمسة وثلاثين إلى وسيلة نقل والنقل ما عنده فلوس رواتب ماك ومعيشة ماك خمسة وثلاثين وبكية فوق ما الحمل طلاب من صف الأول إلى صف الساس بداية فقعدناه طلبنا المدارس تابعنا كرفانات ومدرسة كرفانية موجودة حاليا رد كاتر تدريسي ما يجي لحد الآن إذن هي معاناة بلا رتوج تروي تفصيلات الحياة اليومية القاسية التي يعيشها أهالي مخيم كيلو 18 في محافظة الأنبار تشتد في ظل نسيان حكومي لهم لعدم وجود ما يكفل حقهم بالسكن والرعاية الاجتماعية وتوفر الحاجيات الأساسية ليبقى مسلسل هذه المعاناة مستمرا ترجمة نانسي قنقر